أن تتوقف الحرب في الحديدة هذا لا يعني انتهاء آلام المواطنين في المدينة التي تحولت بفعل ميليشيا الحوثي إلى حقول ألغام هنا في الحديدة تتربص الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بالمدنيين مع كل خطوة يخطونها حيث يؤكد تقرير حقوقي أن ما يقارب من 330 ألف مدنيا معرضون لخطر الألغام ويكشف التقرير الذي أعدته منظمة رصد للحقوق والحريات في وقت سابق أن ميليشيا الحوثي زرعت نحو 37 حقلا من الألغام في محافظة الحديدة تقول الإحصائية أن أعداد قتل الألغام وصلت إلى ما يزد عن 50 قتيلا بينهم أطفال ونساء فيما أصيب العشرات وأجبر الآلاف على النزح بعد أن حولت قراءهم إلى أحياع خاصة بالألغام ومنذ اتفاق السويد العام الماضي كثفت ميليشيا الحوثي من زراعة الألغام بغية إعاقة تقدم الجيش في مدينة الحديدة الأمر الذي حد من قدرة المواطنين على التحرك في مناطقهم بفعل حقول الألغام الحوثية التي تحاصل مساحات شاسعة على امتداد سواحل المحافظة وأمام استمرار تكثيف زراعة الألغام تقف الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية عاجزة عن وضع حد لهذه الجرائم الأمر الذي شجع ميليشيا الحوثي على مواصلة جرائمها التي تعد انتهاكا صارخا لمعاهدة حظر زراعة الألغام في المناطق الآهلة بالسكان ترجمة نانسي قنقر